مستمعي ومشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من ومضة قرآنية مرحبين في هذا اللقاء بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا أهلا وسلام ومرحبا بك فضيلة الدكتور عشنا أياما جليلة في ومضات قرآنية في رحاب صورة الناس واسمح لي الآن أن ننتقل إلى صورة الفلق فضيلة الدكتور ما سر مجيء الفلق في الترتيب بعد صورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعده صورة الإخلاص هي صورة كل هو الله أحد جاء بعدها في الترتيب في النظم القرآني كل أعوذوا رب الفلق ولهذا الترتيب سر من الأسرار العجيبة الغريبة الفريدة المدهشة التي ينبغي أن نقف معها بكلوبنا بأرواحنا بنفوسنا بضمائرنا لاحظ معي أن هناك ترابط عجيب بين الصورتين صورة الإخلاص صورة كل هو الله أحد أمرت وكلفت بشيء ألا وهو إعلان التوحيد بأن الله أحد لا شريك له لا زوج له لا ولد له لم يكن له كفوا أحد هذا هو التكليف من الله سبحانه وتعالى ماذا بعد التكليف؟ ماذا بعد أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكلفنا بهذا التكليف إعلان الوحدنية الله سبحانه وتعالى أراد القرآن الكريم أن يعلمنا أنك أيها العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى إذا أعلنت هذا التوحيد فإن هناك قطاع طرق يقفون لك بالمرصاد لن تستطيع أن تعلن هذا التوحيد أو أن تسير عليه بهدوء لكن هناك عقبات ما هي العقبات؟ هذا هو الذي ذكر في سورة الفلق العقبات الحاسد سيقف لك وسيصدك عن إعلان التوحيد النفثات ستقف لك وسيتصدك عن هذا التوحيد الغاسق الذي يمكن أن يصيب الإنسان بأذى في بدنه أو جسده أيضا قد يصيب الإنسان ويصد عن التوحيد حتى سورة الناس أيضا فيها ذكر الشيطان قد يصد الإنسان عن التوحيد إذن سورة الإخلاص ذكرت التكليف الذي يناطب العبد والذي ينبغي أن يقوم به وسورة الفلق ذكرت الأعداء هل اكتفى القرآن بذلك؟ لا بل سورة الفلق ذكرت الأعداء وذكرت أيضا وجهت كيف الخلاص من هذه الأعداء الخلاص لا يكون إلا بالاستعاذة قل أعوذ برب الفلق من هذه العقبات التي تقف وتصد العبد في السير إلى إعلان التوحيد هذا والله أعلى وأعلم إلى هنا نوقن قل وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من ومضة قرآنية دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته